بملعب الفصفات بمدينة خريبغا ولحساب الدورة الرابعة عشر من الدور الاحترافي المغربي أجريت مباراة سارع واتزم والفتح الرياضي الريباطي تحت ضباب كتيف لكن ذلك لم يحجب الرؤية على لاعب الفريقين للتحرك بأريحية على رقعة الميدان وصيغة بعض المحاولات السعية للهدف لكنها افتقدت للنجاعة الكافية تواصلت الأطوار وبقي التكافؤ هو سيد الموقف بين الفريقين على مستوى خلق الفرص لكن كل المحاولات لم تغير من نتيجة البياض خلال الشوط الأول مع مطلع الشوط الثاني وتحددا في الدقيقة الثالثة والخمسين سيتمكن اللاعب برد الهجوج من إدراك الهدف الأول لصالح فريقه الفتح الرياضي الريباطي بعد ذلك تحركت الآلة الهجومية لفريق سارع واتزم محاولات عديدة وعلى جديتها كانت تجد الحارس المهدي بن عبيد في المكان المناسب وعندما كان عدد المباراة يشير إلى الدقيقة الواحدة والثمانين سيتمكن الكاميروني كامير جينيور إرمان من إدراك الهدف الثاني لصالح فريقه الفتح الريباطي فريق الفتح الريباطي يحقق فوزه الثالث هذا الموسم رفع رصيده إلى 15 نقطة فيما الهزيمة هي الثامنة لفريق سارع واتزم رصيده تجمد عند العشر نقاط في الصف الأخير ترجمة نانسي قنقر